موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجهز اخباري من قناة المرابطون اهلا بكم انهى الدارك الموريتاني حدثة اقتحام طائرة موريتانية في مطار ام التونس الدولي وسيطر على الخاطف وفق الوكالة الرسمية للانباء وكان مواطن امريكي قد اقتحم صباح اليوم طائرة من نوع عامبرير تابعة للموريتانية للطيران متواعدا بحرقها مدعيا بان لديه مشكلة مع الحكومة الموريتانية وقد اغلقت سلطات الموريتانية المطارة قبل ان يتمكن الامن من السيطرة على الخاطف انتخبت غرفة الصناعة التقليدية والحرف مننا محمد السالك شناظرا رئيسة للغرفة وذلك خلال جمعية عامة انعقدت اليوم في المعرض الوطني وثم خلال الجمعية العمومية للقناصلة الغرفة انتخاب مكتب جديد للغرفة اخترى فيه حمو لالويمين نائبا اولى للرئيسة وحيب الله محمد نائبا ثانيا للرئيسة واسيد محمد أبي أمينا للمالية وآدم جوب مساعدا لأمين المالية دعا زعيم مؤسسة المعرضة الديمقراطية إبراهيم أولي البكاي الحكومة إلى إنصاف المدرسين أساتذة ومعلمين والتجاوبة مع مطالبهم المشروعة كما طالب بفتح حوار جدي مع نقابات التعليم يضمن الوصول لحل نورضي جميع الأطراف مؤكدا أن ازدهار المجتمعات المتقدمة تأسس على نهضتها العلمية وطلب أولي البكاي في بيان صدرا عنه ودعا أولي البكاي في بيان صدرا عنه إلى الإصراع في إصلاح العملية التربوية إصلاحا شاملا وعميقا وشارك فيه كل المعليين في التعليم يأتي ذلك بعد أيام بدي نقابات التعليم إضرابا استمر أسبوعا للمطالبة بتحقيق عريضتهم المطلبية ننتهي الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة